كان فيه يعني مناوشات كده على مودست واداء مودست وطبعا علامة استفهام يعني ليكم وليا ولكل جماهير المتابعة طبعا يعني انا بقول انه مودست حاجز مكانه في القائمة بس علشان هو لعب اجنبي وعلشان الجدل اللي حاصل حوالين مودست انك تخرجه برا القائمة ده معنى انت قضيت عليه تماما فوجوده في كاس العالم للاندية مهم علشان يعني اثباته لصحة وجهة نظر اللي اختاره ايا كان مين هو اللي اختاره سواء كولر او لجنة التخطيط او مين اللي اختاره لكن انا شايف انه في النهاية وفي المجمل مودست عليه علامة استفهام كتير جدا اذا كان بدنيا او فنيا او مردودا او اي شيء بيقدمه مع النادي الاهلي بصراحة عليه علامة استفهام كبيرة جدا اذا كان محتاج شغل بدني طيب ما هو يعني الجهاز الفني يشتغل عليه بدني بحيث انه هو يكون جاهز للمباريات لكن بينزل يعني بنشوفه مش يعني مش هو ده الستايل اللي احنا كنا منتظرين ولمهاجم النادي الاهلي فضلت الناس كلها منتظرة فين المهاجم مين المهاجم امتى المهاجم في الاخر هل تعتقد يعني في النقطة دي تحديدا بقى والسؤال لكم انتم الاثنين طبعا قبل من تفاصيل الخاصة في النادي الزمالك هل تعتقد ان كان فيه ازمة مشكلة اختلاف وجهة النظر انا بحاول اجيب يعني مترادفات لنفس المعنى ما بين كولر وما بين ادارة التخطيط في النادي الاهلي بسبب القائمة عندك معلومة انا بتكلم على مودست تحديدا مودست من البداء يعني كنت بظن ان انت هتقول على انه التعاقد مع مودست من البداء لا 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 انا بتكلم لا طبعا لا طبعا بالتأكيد المدير الفني في النادي الاهلي هو صاحب القرار الاول والاخير في اختيار سواء قيمة بطولة او قيمة مباراة او التشكيل الخاص بالمباراة ان يكون في اي مشكلة حصلت ما بين مجلس الادارة او لجنة التخطيط وكولر في النقطة دي انت حتي في القيمة بالضبط لا 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 مفيش خلافة خاصة انا بس عايز اقول حقا انا متفى محسن في حتة اداء مودست او الناس مش عاجبها المودست بس انا ببعضو شايف ان المودست حظ وحش في حاجة معاينة جدا الا وهي هو مودست لما بدأ يدخل مع الفرقة جات له كورونا فكورونا قاعد فيها ببعضو حبة حلوين حوالي عشر تيام فبعد رجع تاني الجاهز ولعب وهدف المطش بتاع الجونة رجع بعدها شد في العضلة الضمة فانا شايف بفض هو طبعا الاداء مش على المستوى المطلوب والاداء مش ده الجمهور الاهل العايزاء بس بالاخر اللي عيب برضه يعني اصابتين في حوالي عشر تيام اللي هي الكورونا وبعدها شد في العضلة الضمة فهو برضو هم عزوه في الحتة دي لكن فنين مش ده اللي احنا عايزينه اي مهودر بقول يعني بس لكن موضو حتة الاسواب الجمهور بيفهم طبعا فانا احنا لو شفنا يعني مبينش حاجة مبينش امارة مفيش امارة صحيح مبينش امارة اهه بغض النظر ان هو يعني اصيب بكورونا او اصيب بالعضلة الضمة مهاجم اجنبي انا جايبه لازم يكون اضافة لازم يكون احسن من اللعيب المصف اللي موجود عندي ودفع فيه بالعملة الصعبة فلازم يكون اضافة هو محققش التفجة اللي كان مطلوب منه لكن زي ما بتلك بغضو حتة الاصابة اللي هو الشد في العضلة الضمة ده بغضو بيعطى لأي لعيب خاصة مع تقدم السن موديست مش صغيف موديست 35 سنة فالاصابات بغضو بالنسبة له حاجات العضلية بتطول دي مش عملية سهلة خلص بالنسبة لعيبة الكبار اعتقد كاس العام لاندي هيبقى نقطة فارقة في مصير موديست مع النادي الاهلي ويعني كده عقده سنة ما بالزبط لكن ايه اللي جاي مع موديست مستقبل موديست هيكمل في المباراة هياخد فرص بالشكل اللي الكولر بيديله بيها وفترات كبيرة ولا خلاص هيبقى فيه قرار بالنسبة له موديست داخل على أجواء أوروبية في كاس العالم الاندي اهو مالوش حج جاو بالزبط مالوش حج جاو لو فسخت العقد بتاع موديست هتطبع انك تديله عقدة كامش لا مش هتفسخ الا لو وصلت الحل بالتراضي لو في بديل بالزبط لو في بديل انا لات انت بتمشيني قبل المدة بتاعتي طب انا هروح فين مثلا في شعب عنايف وانا اعمل حساب ان انا مكمل معك سنة فهتطبع ان انت وفقا لللايحة تديني العقدة كامل صحيح فبرضو دي هتبقى فيها مشكلة